المعجزة للخالدة سالسا جمع القرآن وتدوينه استغرق نزول القرآن الكريم مدة ثلاثة وعشرين عاما وكان للرسول صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له القرآن وكان كل ما نزلت عليه آية أو آيات أمره بكتابتها وكان يقول له اندعوا هذه الآية أو الآيات في سورة كذلك ولم يجمع القرآن في مصحف واحد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أول جمع القرآن في مصحف واحد في عهد الخليفة الأول أبي بكر صديق رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة للهجرة بعد موقعة اليمامة مع المرتدين التي قتل فيها سبعون من كرواء صحابة وعلمائهم وبقي هذا المصحف عند أبي بكر رضي الله عنه مدة حياته